الأول مرة في التاريخ إسبانيا كتعمل أقوى تصعيد ضد إسرائيل سمعوا شنو قالت نائبة دي رئيس الحكومة الإسبانية جولاندا دياس سمعوا هذا المقطع نعم سيدي هدي اسميتها جولاندا دياس نائبة دي رئيس الحكومة الإسبانية وزيرة شغل هنا في إسبانيا كتقول بالحرف الواحد فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر المعنى دياله أن حرة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط وهذا هو الشعار اللي كتلقوه المناظرين في فلسطين ولي كتلقوه حركة حماس طبعا هات الشعار هدا يعني هدا هو الشعار اللي كتقوله فلسطين كاملة باش تحرر البلاد ديالها هاد كلام هدا كين في قيام دولة إسرائيل هدي مسؤولة إسبانية كتقوم بأقوى تصعيد ضد إسرائيل وعلى المباشر وسمعها العالم يعني تصريح سبب أزمة ما بين إسبانيا وما بين إسرائيل الخوت عنا تقسم معكم بزاف ذي الأمور بخصوص الموقف ديال إسبانيا ضد إسرائيل جمجموا الفيديو بزاف ديروا لايكات بزاف خلي البلاد ما يفيق ويعيق ويوصلوا لخبار شوفوا إسبانيا أشنو عملات وخليه البلاد ما يتفرج هدي دولة ليست مسلمة وشوفوا المواقف ديالها من أجل الأرواح الأبرية من أجل ديك الدم الذي يهضر ضد الأبرية الصغار أطفال نساء إسبانيا قامت بالدور هذا كنت تكلموا على يولندا ديالس اللي تقسمت معكم هذا المقطع ديالها كنت تكلموا على رضي الفعل دي الوزير الخارجي الإسباني اللي جاء ردا على التدخل دي الإسرائيل لأن الموقف ديال إسبانيا والتحركات ديال الأخيرة بشجمع الأصوات من أجل تصويت على الاعتراف بدولة فلسطين حرة مستقلة واللي ينضموا لحد ساعة 12 دولة وكينا الدول الأخرى غادت تنضم قبل من وصل التاريخ اللي معلن عنه فهذا أمر قلق إسرائيل وقالت بأنها سوف تحريم الفلسطينيين اللي كيمشون القس من أجل الخدمات القونسولية ولكن الأمر موقفش هنا أو لا إسبانيا ربعت يديها أو لا قلت أو خلعتيني لا كان جعوتين الرد لهو شافي وكفي من عند وزير الخارجية الإسباني اللي ستسمعكم أحد المقططف سمعوا سمعوا هذا المقطع هذا قال إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي في منشور له على منصة X إنه أصر قرارا منع بموجبه قونسولية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية لو قال وزير الخارجية الإسباني خسيمانويل الباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوريا لإطلاق النار ولا اعتراف بالدولة الفلسطينية وأضف أن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر وأن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين وأكد الوزير الإسباني أن حكومته ستقدم عريضة احتجاج إلى نظيرتها الإسرائيلية بعد قرار منع الفلسطينيين من الاستفادة من الخدمات القنصلية الإسبانية في القدس نعم سيدي شيء يتلج الصدر والله شيء يتلج الصدر هذا هو موقف المسؤولين في إسبانيا موقف المسؤولين في إسبانيا الدولة الغير المسلمة هذا شيء وش ما يحركش الغيرة في المسلمين مثلا هذا الموقف من دولة غير المسلمة وزيرة الشغل هناك إبادة الرئيس الحكومة كتقولها الكلمة هذا وزير الخارج الإسباني نفس الشأن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيز بدأته هو اللي كان صباق في هذه الخطوة باش يجمع الأصوات باش يعترفوا بدولة فلسطين حرة مستقلة كمناتها يعني يولندا ديس موقفتش عند هذا الحد هذا أما حل دولتين بالعكس يعني نفات قاعد إسرائيل من الوجود ديالها وبكل جرأة وعلى المباشر وشافوها الناس كاملين والموضوع مشي مسؤولين في إسبانيا تقريبا في جميع الأحساب خاصة اليسارية كعندهم هذا الموقف هذا ضد إسرائيل ضد هذه الإبادة الجماعية خاصة ضد الأطفال لأن هذا الشي اللي كي وقع ضد الأطفال يعني لن يسمح له التاريخ لأن هذا الشي قالوا بزف دي المسؤولي الإسبانيين وخاصة خصي الويس فباطيرو قال لك هذا الشي اللي كتعامله إسرائيل في فلسطين التاريخ ما غير حمهاش يعني ما غير حمش هذا الموقف هذا وخاصة الدعم الأمريكي باش أنها تقتل أبرياء يعني المشكل ما متعلقش بحرب متوازنة أو حرب جيش ضد جيش لا حرب يعني ضد أبرياء مشي حرب هي إبادة لأنه واحد الجهة عندها جميع المقاومات المادية واللوجيستيكية والمعناوية والسلاحية وكل شي ضد واحد الناس كي يدوره في الأرض أبرياء يعني كتبان أنه مشي حرب هذي هذي إبادة جمعيا وحد الشعب يعني تصفي العرقية يعني بغا تحييد شي حاجة سميته فيلسطين من الأرض أو شي حاجة سميته الفلسطينيين من الأرض تصفي العرقية نهائيا يا إما تموت وإما تهاجر بحل يهاجروا بزاف لأنه كنا بزاف دي الفلسطينيين قانونة 14 مليون هاجروا كيعيشوا خارج فلسطين يعني كلهم كيعيشوا برا يعني هذا هو الهدف اللي بغا تصله إسرائيل أن الإبادة الجماعية تخرج كل شي أو تقتل كل شي مواضح وبعين وبمباركة الحكومة الأمريكية يعني لما كانت الحكومة الأمريكية وقفت تهيى الموقف ديالها وكان منضم الدول اللي بغا تعترف الدولة دي الفلسطين توقف هذه الإبادة الجماعية إذا بقات أمريكا مستمرة يعني الأمر ما قد يشيح بس هنا وهذا الأمر هذا يعني غير لن يغفره التاريخ هذه ليست حرب لو كانت حرب يكون كلام آخر هذه ليست بحرب إنما إبادة جماعية لأرواح الأبرياء وهذا شيء اللي يخلى أننا مسؤولين أو للدولة الإسبانية برئيسها برئيس حكومتها يعني كموقف دولة وليس كموقف مسؤول واحد أو وزير واحد كموقف دولة أنها بغا تدفع على أرواح الأبرياء في فلسطين يا سلام عليك يا إسبانيا هاتشي اللي كانت قصم معكم أنا دابا اليوم يعني مخجر بالنسبة حنايا سنديروا حلقة لا قصة نتخبعوا سنخبعوا وجهنا لأننا ما عنا فين ديروا وجهنا حنا ما بقنا فين ديروا وجهنا قدام هذا المواقف هاتشي اللي ليسوا بمسلمين فقط من أجل الإنسانية هاتشي كامل من أجل الإنسانية وليس لمصلحة سياسية أو مادية أو ما مصلحة إسبانيا في فلسطين مثلا ليست لها أي مصلحة مادية أو شي حاجة بحلقة في فلسطين ليس لأي مصلحة فقط من أجل الإنسانية ومن أجل أرواح الأبرياء ومن أجل أطفال الصغار اللي قد يمشيوا مسكن ما دروا ووالوا في الحياة ديالهم إذا كانوا هاتشي عندهم مواقف حلقة أنا شو نقول لكم يعني غيء والبارح في الفيديو إذا كانت تحركات ديال لمجتمع الدولي كامل ضد هذه الإبادة الجماعية والمطالبة بالتوقيف ديالها فما يمكنش إسرائيل تكون ضد العالم يعني إسرائيل لا بدأي حتحبست شي هذا ما يمكنش تكون ضد العالم السمرار دياله في هذه الإبادة والطريقة هذه الأرواح الأبرياء هو عنده تحليل واحد وتفسير واحد والسكوت ديال العالم ما دم العالم سكت فهي مستمر في الخدمة ديالها مظاهرة هنا وهناك في دول غربية كنشوف الغربيين دول غربية مواطنين كي يكلوا الأعصاء معاق الشرطة دياله كي يكلوا الأعصاء معاق الشرطة دياله وكي يقول فلسطين حورا مواطنين غربيين كي يكلوا الأعصاء وكي يقول فلسطين حورا نعم سيدي هادهم غربيين هادهم هما النصارة هادهم مالي كتنقول عليهم نصارة أو كفار أو مسيحيين أو يعني هما يعني كل واحد وشنو كيتزديين كين الإمام دين قاع مرة ولكن من أجل الإنسانية شي حاجة اللي صراحة كذا بشي عليكم أنا تخشي ورأسنا تحت تراب وصاف شي اللي يبقى وهذا كامل وعادي غري نوصلون لكل قادية دياللي عندنا في البلد لقد هل هدرو على족 في فيديو أخر بيحراجن موازين بيحراجن موازين وشطيح ورديح والناشاط فضيل هاد شي هدا فضيل هاد المواقف الدولية مع القادية الفلسطينية هنشوف الشطيح والناشاط في البلاد إن شاء الله هنهدرو على وشطيح واشتنا نقطة دياللموازين مهم مني الفيديو ولاكم التعليق لايك لايك ما كانتخلص عليه باش يطلع الفيديو باش يوصل اكبر عدد دي الناس شوفوا موقف اسبانيا من القضية الفلسطينية بدون اي مصلحة خاصة فقط من اجل انسانية شكرا مشاهدة الفيديو القادم والسلام عليكم